اعتقد انه امر مهم جدا لشعب ياسوري في الوقت الحالي ان مستقبل الاسد واركان نظامه والدور المنوطي به في المرحلة الانتقالية ان تتم مناقشته على طاولة المفاوضات وباشراك روسيا وايران ايضا فلو انه تم توصل الى توضيحي المسألة فاعتقد اننا سوف نرى بوادر الحل لسوريا ويعتبر الاجتماع المنعقد بالعاصمة النمسوية اول خطوة مهمة سعيا الى تسوية سياسية للنزاع وحل الخلافات العميقة حول مصير الرئيس السوري بشار الاسد وتتمثل غاربية الدول بوزارة خارجية بستناء الصين يشار الى ان الحكومتها السورية والمعارضة غير ممثلتين في الاجتماع كما ينظر الى جلوس ايران والسعودية على طاولة واحدة على انه تقدم ملحوظ وفي سبتمبر الماضي افضل رئيس الامريكي باراك كوباما في اجتماع الجمعي العامة الامم المتحدة استعداده للعمل مع روسيا وايران الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كل الدول بما في ذلك روسيا وايران لحل النزاع نعم تملي الواقعية بانه سيكون هناك حاجة لتسوية لانهاء القتال وفي نهاية المطاف القضاء على داعش ولكن الواقعية ستطلب ايضا عملية انتقالية بعيدا عن الاسر وضع تزعيم جديد للتشكيل حكومة شاملة ولكن مسألة بقاء او رحيل الرئيس السوري يمكن ان تشكل حجر اثر اذا ما اصرت تركيا او السعودية على طلب حدوث ذلك في اسرع وقت اشتركوا في القناة